السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد معكم كريمة كنتمنى تكونوا باخر وعلى خير اليوم ان شاء الله غالي نشارك معكم هاد البريوش اللي كيجي مقرمش كيجي مورق وكيجي رائع بزاف كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيستعق التجربة وكذلك شكيل ديالو مغاير على البريوش العادي حتى الطريقة ديالو مختلفة تماما كنتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو من الاول تالاخير دائما لنجاح الوصفة شوفوا معي كيجي مقرمش من برة وكيجير طب من داخل وكيجي رائع بزاف كنتمنى فعلا تجربوه تبرتجوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم ودائما لأول مرة كيشوفوا في القناة ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس باش تبوصلوا بكل جديد اندوزوا دبا المقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت بسم الله على بركة الله غادي مدوه في المقادير غادي مدوه في العاجين هو اللول من بعد غادي مدوزوا الكريمة غادي يحتاجوا كاس ونص ديال الحليب يكون دافي دائما العبار بالكاس ديال العنباء والكاس كيوزن 200 ملي بالنسبة للسوائل يعني عنه نايا 300 ملي ديال الحليب يكون دافي جوج معلقة ديال السكر او 3 دائما كيبقى حسب الضوقة ديالكم معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز سواء المعجونة او الفورية السشي ديال الفاني اذا كالجو بارد غادي يتعملون مع القونوس ديال الخميرة ده بحالية الجو سخون صافي غادي نخلط مزيان غادي نخليها غادي واحد دقيقة تفاعل ومن بعد نكمل معكم تتمت الوصفة طريقة هرا سهلة العاجينة بسيطة جدا غادي نضيف هنا يربع كاس ديال الزيت المائدة دائما كما كتشوفو كان عبارة بالكاس ديال العنباء اذا مثلا ما كان شي عندكم هاد الكاس ممكن تعبروا جميع المكونات بالكاس اللي عندكم توفر لكي يكون تقريبا قد الكاس ديال العنباء صافي غادي نخلط المكونات مع بعضهم مزيان وهنا غادي نضيفوا باقي المكونات غادي نضيفوا الدقيق ولكن غادي نضيف من بعد واحد بيطة غادي نضيف لغير البيض لان هنا كنت نسيتها هنا ضيفت جوج ديال الكووس دائما بالعبارة لكاس ديال العنباء البيطة هي هادية غادي نحيط السفار وغادي نخليغ البيض هنه غدي نخلط هاتجوج لكيسان ديال الدقيق عاد غالي نضيف عليهم البياد ديال البيطة بشي تخلط لي مزيان صافي كماشتو البياد هو هده وصفر غالي نحتفط به في الاخير باش غالي ندهن البريوش صافي كم ما كتشوفو يعني هنه يضيفتو جوج ديال الكيسان ديال الدقيق وهذا الكأس ثالث حاولوا انكم تغربو له من قبل انكم ديجا غربلتو وهذا الكأس الرابع صافي كم ما كتشوفو بالنسبة الناس اللي عندهم الحساسي من البيض ممكن انكم تستغنوا على البيض وتعملوا الطريقة ديالكم العادية يعني كيف ما كنت انا مشى في الاول انا قلت لكم غير نسيتة يعني كنا نخصي نعلي نضيفها في الاول ولكن اللي بغى تستغنى على البيض ماشي مشكل صافي كم ما كتشوفو معايا العجينة تكون متمسكة ما خساش تكون تقيلة وما خساش تكون خفيفة بزاف انا غدي نقول لكم الكيمياء اللي تخلط لي ديال الدقيق في الاخير حيث انا كنت وزنة 500 جرام يعني 5 ديال الكؤوس صافي بعد مجمعتها غدي نوضع على سطح العمل خياق غير غادي تجمع يعني طريقة رساهلة واللي عندها العجينة بغى تعمل في العجينة تعمل كل شي في الاول وتعجن ولكن دائما الدقيق كتضيفوه شوية بشوية بتاك نحصلوه لواحد العجين اللي كيكون متماسك ما كيكون شي خفيف وما كيكون شي قاصح القاوم ديال العجين هو هذا كما غدي تشوفو معايا هنا يا كيكون رطب وفي نص الوقت يعني ماشي قاصح وماشي كل ساق في اليدين يعني كيكون شوية مرخوف ماشي بزاف بالنسبة للدقيق كيما قلت لكم كانت عندي 500 جرام هذا الكأس الخامس يعني مقالي منه واحدة القليل ماشي بزاف يعني ممكن انكم يدخلكم هذه الكيمية كاملة صافية غدي نخليها ترتاح متخلي باشي ترتاح بزاف غير واحدة ربعة ساعة فقط لانه مغسنا شي تختمر بزاف يعني ماشي حتى كي تضعف الحجم دياله قد ندوزو دابل الكريمة الكريم باتيسير غدي نعمل جوج كيسان ديال الحليب كل كأس كي وزين 200 ميلي جوج مع علاق كبارين من كريم باتيسير كما قد شوفو معايا وكذلك جوج مع علاق كبارين من سكر سانيدة الصاشي ديال فاني من الطريقة ساهلة كنخلطو كل شي في الاول الحليب ضروري يكون بارد في الاول باش هذه الكريم باتيسيري ما قد تكتل شي معانا ضروري تحركه مزيانا عدا قد يتوضعه على النار ودائما مع التحرك المستمر حتى كتشوفو الكريمة ديالكم باتكتعقد يعني هذه الطريقة رمعروفة يعني اي وحدة ممكن انها تعرفها ولكن كين بزات الاخوات اللي كيكونوا اول مرة قد يوجدوا الوصفة يعني من الاحسن انهم يشوفوا الوصفة كاملة من الاولة الاخير سواء بالنسبة البريوش سواء بالنسبة الكريمة صافي هنا بعد ما باتكتعقد قد نوضعها في واحدة طبصيل او صحن او زلافة المهم اللي كان عندكم ومن بعد غادي نغطيها ببلاستيك الغذائي في حالة الشكل هذا ضروري وجه ديال بلاستيك يكون ملامس للكريمة غادي نخليها على جنب وغادي ندوزو للعجينة شوفوا معي العجينة يعني ما اختمرت شيء بالنسبة العجينة كن اكد عليكم ما خصاش ترتاح بزاف ما خصاش تختمر ويدعف الحجم دياله يعني غيك ترتاح عشر دقائق اقربع ساعة فقط هنا يا غادي ندوزو باش نطلقوها ضروري غادي نستعنو بشوية ديال الطحين من بعد غادي نطلقوها حول انكم تطلقوها سواء مستطيلة او مربعة المهم كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا واش غادي نستعملو الزبدة بالنسبة الزبدة استعملو اي نوع ديال الزبدة عندكم ماشي ضروري ديال الطوريق لانك تكون نتيجة في الاخير مزيانة صافي كما كتشوفوا معي هنا يا عندي مية وخمسين جرام ديال الزبدة او عملو غي مية وخمسة وعشرين جرام يعني نص ربع ماشي مشكل صافي بعد ما دوبتها اقدرو ريخسكم تخليوها تبرد دوبوها وخليوها تبرد شوية انا هنا كنت مزروبة لكشي علاش خدمت انا يا الطبقة اللولانية كما عادي تشوفوا معي ديال الزبدة يعني شوية دافية مع انا دبلجو سخون يعني كتتعطى شوية ما كتبرد صافي بعد ما عمد الطبقة الاولى العجينة عفوا زبدة كما قلت لكم عندي سخونة عملتها في الثلاجة تبرد شوية وعد خرجتها باش ما تخمر ليشي وفي نص الوقت باش تبرد ديال الزبدة من بعد غادي نطلقى كما كتشوفوا معي ولكن اذا عملتو الزبدة يعني كتكون كريمية بلا ما توضعها في الثلاجة مباشرة غادي تخدموا بها شوفوا معي هنا الزبدة بعد ما بردت شوية ستكون تقريبا بحالة الشكل هذا باش ما كتعذبكم شي في الخدمة كمشتو يعني بعد ما عملت الزبدة في اللول كان طبيط طبيع اللولة ومن بعد كنت تلقا وكان عمل الزبدة المرة الثانية كما كتشوفوا هذيك الكيمية اللي كانت عندي 150 جرام ونفس الشي غادي نطبي عليها العجين وغادي شود الأطراف بحالة الشكل هذا صافي وغادي نكمل طريقة رساهلة سهلة غيض غيية كتوجد صافي من مغاشرة غادي نقلبة جيها اللي كتكون مجدودة هي اللي غادي تكون جيها ديالكم يعني لحسب جيها ديال الشمل بحالة الشكل هذا صافي وهنايا غادي نطلقى شوية وغادي نعمله واحد طبيعات وما هذي تشوفوا معيارة طريقة سهلة وكيجي مورقين وكيجي مقر مشين كيما قتلكم من بره وكيجي ورطبين من داخل يعني واحد بريوش كيجي رائع بزاف وهنا كذلي كنحاولو نطلقوها باش جينا مساوية غادي نعملو الطوية اللولة طوية الثانية وغادي نعملو فوق بعضهم يعني طريقة رساهلة وهنا غادي نخلي هغي واحد جوج دقايق باش تعطيني الطعف الخدمة فقط صافي هنايا غادي نقسم على ثلاثة حاولوا انكم تجيبوا القسمة يكونوا مقدين هنايا انا جوني ثلاثة وبقلي واحد الطرف يعني ممكن انكم تعالوا ثلاثة تقسموا على ثلاثة يجيوكم شوية كبار ولكن هذك الطرف اللي بقلي راته وغادي نخدم به صافي غادي نجيب الطرف اللول وغادي نحاول نشكل منه مربع انتم ما غادي تشوفوا معايا ودائما نستعنوه بشوية ديالتقيق وهنا غادي نجيب واحد الموس وغادي نقطع هذا الجوانيب باش يبلي هذك التوراق يعني جيباين في البريوش ملي غادي نورقوه صافي كما كتشوفوا دائما هذوك الاطراف ما كنضيعوهم شي ما بعد كنعاودو نخدمو بيهم صافي هنا غادي نقسموه ملا أربعة الطريقة راساهلة صافي كما كتشوفوا معايا بالنسبة للسنك ديالهم ما كيكونوا شي غلاطين وما كيكونوا شي رقاقين في حالة الشكل هذا صافي وغادي نشكل منهم في اللور كي يجيو الأشكل بليغات ومن بعد كنزيد نجماع الجوانيب أخرى يعني هذك شكل هذا راه معروف يعني كل واحدة وطرق دياله صافي كما كتشوفوا وممكن أنكم تعمروهم في الأول أنا نايا غادي نضغط عليهم بزيان باش غادي نتبتهم وفي نص الوقت هذه الحفرة اللي غادي تبقى لي هي اللي غادي نعمل فيها الكريم باتيسير وممكن كما قدلكم تعمروهم من داخل سواء بالمكسارات وعادي تديدو تعملو الكريم من فوقي يعني كيبقى لكم من اختيار يعني في هذه المرحلة ممكن أنكم تعملوا مكسارات صافي كنحاول نشد الأطراف ان تبتهم زيان ضروري تضغطهم زيان في ذلك الحفرة لأن ذلك الحفرة كما قلت لكم هي اللي غادي نعمروها بالكريم باتيسير في الأخير صافي غادي نكمل بنص طريقة تنسى الكمية اللي عندي كاملة او من بعد قدي نخليهم يخمروا المرة الثانية يعني استعمروا بالكريم باتيسير ووقا اندهنهم ب� spare ديال البيد اللي كان بقاء له قدي قدي حسنا نخليهم يخمروا باش ندوزون طريقة طات الطهي ديالون حتى يرى مهم مهم جدا لأن الطريقة طات الطهي هي اللي كتخليهم يطورقوا لأن Gladdyش يطورقلكم لا يمكنك ترغب عليها هنا بعد مسالية هذا هو العدد الذي خرج لي و هذا الطرف الذي كان بقالي لا تمنى بعد شكيلات اخرين هنا يمكنك ان يدهن الصفر البيض واللول سوف نفعل كريمة ولكن ليس مشكلة لقد اعمرت سوف يدهن الصفر البيض ولكن من الاحسن انكم تدهنوا ببيضات في اللول هنا بعد ما سوف يدهنوا سوف نتركهم يختمروا دائما يبقى لحسب الجو سخون يختمروا و بعد نشعل الفران يسخون على اعلى درجة من 200 درجة الفوق كلا واحدة عرف الفران درجة الحرارة بعد ما يسخون مثل يكون هما خمروا سوف ندخلوا الطبا في الوسط سوف ندخلوا 10 دقايق اللولة من الشعور العفية و من الاسفل يعني 10 دقايق اللولة ولكن كان نقصوا درجة الحرارة 180 دراجة في الأول بعد ما كتدوز 10 دقايق كانت فيو العفية الفقنية وكنخليو كيطيبو غيم الأسفل وباش كيطيبو علا خطرهم وكيتورقو لكشي قد لكم نقصوا درجة الحرارة كتكون 180 في الأول كتكون درجة الحرارة مجهدة من اللي كان دخلوهم كان نقصوا درجة الحرارة 180 وكنخليو 10 دقايق اللولة مشعول من الفوق ومن أسفل ينفوها كتدوز 10 دقايق كتفو الفوق وكتخليوهم يطيبو علا خطرهم من الأسفل كل لوحدة كيما قد لكم اللي حسب الفرن ديالا كي تديو ما بين نصف ساعة 35 دقيقة حتى الـ 40 دقيقة عاد من بعد كنزيدو نشعلو تكتشوفوهم دو كيتحمرو من الجوانب من بعد كتشعلو الفوق باش كيتحمرو كيكملو تحميرا ديالهم وكياخدو هاد اللون هادا الدهابي صافي هنا بالنسبة لتزيين جيبت المربة ديال المشميش أو النباج مو يمزينو باش ما بغيتو وعنديني اللوز كون كاسي أو ممكن أنكم تعملو اللوز إفيري أو تخليهم سامبل ما تعلونو تشي حاجة هنا كنقرب لكم باش شوفو التوراق ديالو كيما كتلاحظوها التوراق باين وبالنسبة لفرن ديال الغاز نفس الطريقة كتشعلو العافية من الفوق ومن الأسفل في الأول حتى كيسخونوا مزيان ومن بعد كتدخلوا طاوة ديالكم الفوق وكتنقصوا درجة الحرارة المتوسطة تهكي طيبو وكتشوفو مدو كتتحمرو من الجواني بعد كتتحبطوهم من الأسفل وكان هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفو معايا كيجي شكل ديالوم مختلف تماما للبريوش العادي يعني واحد البريوش اللي صراحة كيجي رائع وكما كأكد عليكم كيجي مقرمش من برة وكيجي يرتب من داخل وكما كتسمعوا معايا تقرمش هديالوم وكيجي ولداد وكما قد لكم بغيتوا تعمروهم من داخل بالحشوة ديال أي حشوة بغيتوا سواء ديال اللوز سواء ديال بيان أو الكوكاو يعني اللي بغيتوا انتوما أو كذلك ممكن أنكم تعمرون بالكريمة من داخل انتوما لكم الاختيار يعني في الطرق ديال تزيين كيما كتشوفو هذا هو الشكل نهائي هنا قد يكون وصلنا أخر الفيديو إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله